الطعن يظهر من جديد في أوروبا فقد أعلنت مديرية الشرطة في باريس أن رجال الأمن قاموا بإطلاق النار على شخص بعدما هدد عناصرها بالسلاح الأبيض وأفادت رويترز بأن الشرطة الفرنسية استهدفت رجلا هدد أفرادها بسكين في حي لديفونس التجاري بالعاصمة باريس وقامت بإطلاق النار عليه فيما لم يتضح ما إذا كان الرجل قد قتل أم أصيب كما طلبت السلطات من الناس تجنب المنطقة مؤقتا موسيقى